من ولاية قلمة إلى ولاية ميلا حيث يأمل سكان المشات بالولاية تفعيل مشروع يعود عمره إلى 25 سنة لتصفية المياه وأمل الحياة مع إدراجهم ضمن مناطق الضل للحصول على مشاريع للطرقات الداخلية التقرير لسوفيان بوعون سطاهته الأحراش يتواجد مشروع لمحطة صغيرة لتصفية المياه بولاية ميلا حيث تخفيه الأشجار ولكن سكان المنطقة بمشت تولاد بوعزون فضلوا الحديث عنه ودعوة لإعادة بعثه حيث توقف عام 1995 نطلبوا المشروع هذا وما يكملونه المشروع هذا هكذا تشوف النموس يجينا جردان للتيار المشكلة الكبيرة هذا تعزق وهذا حشاكم اللي هنا يراه تحت المشتاء والناس اللي تسكننا قريب لي رح يتعاني خاصة نظرك حين نرى في فصل الصيف من بينها النموس توصل لنا حتى القوارة ذلك حشاكم الطنبة رح ترسلتنا للديار ولا يتعلق الأمر فقط بالصرف الصحي بل يمتد أيضا إلى المسارات الفرعية للطرقات الداخلية التي يأمل السكان تأهيلها نطلبوا يعني الرئيس راح يقول ما نتقدل نحن رانا طالبين المشتاء هذه تصنف من ما نتقدل وخلاص هذه هي النقطة الأساسية هذا اللي هو ما نقدرون نقوله المجلس اقترح به دير دراسة لتجديد القناة الصرف الصحي بهذه المشتاء عن قريب من ينجري الدراسة فيما يخص التهيئة أو الطرق الثانوية المتواجدة في المشتاء هي على غرار كل المشات البلدية نحن نحاول بنجري الدراسة لبرمجته في المستقبل فالآمال التي يعلقها سكان المنطقة كثيرة في ظل البرامج التي أقرت من طرف السلطات العمومية والتي تمس مناطق الظل